وبمناسبة عمر كمال عمر كمال إن شاء الله طب منكم عليه بإذن الله يكون جاهز طبعا اختياره للقايمة من عدمه ويرجع لمارس الكولر لكن الجهاز الطب يطمئن عليه بشكل كبير وإن شاء الله بإذن الله ممكن يكون مشارك أو على الأقل تأدير تحت أمر مارس الكولر في مباراة بكرة مودرن سبورت اللي هتطلعب إن شاء الله الساعة تتاع غدا طيب إيه تفاصيل أخبارنا النهاردة تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها إيه معنا بمناسبة الأكتر صناعة للفرص المؤكدة وعشان يعني نحسم حالة الجدل يعني قبل البطولة دي لو سألت أي حد أي حد بيتفرج على كرة يعني مش خبير أو مش محلل أو مش ناقد رياضي يعني مش محلل فني أو مش ناقد رياضي متابع عادي يعني سألته كده إيه رأيك أو مين الأقوى أو مين اللي تتققع أنه يلعب دور فعال مع منتخبه في إنجلترا وحطيت مقارنة كده بين أسماء المنتخب الأسباني فقلت له عندنا لعب اسمه أولمو وقدامه ثلاثة مهاجمين جناحين ورس حربة واحد اسمه لامين يامال واحد اسمه نيك ويليامز وقدامهم رس حربة اسمه ألفارو موراتو في مواجهة في مواجهة هاري كين وفيل فودن وساكا ومن وراهم جود بيلينجهام تفتكر الإجابة ممكن تكون إيه تعال بقى ارجع للريكورد بتاع البطولة وتعال شوف قدرة المنتخب الأسباني بالشباب الصاعد الوعد ده على الصناعة والتسجيل قد إيه وتعال نشوف الرباع الملهم في إنجلترا على فكرة أنا من عشاء في الفودن يعني بشوف في الفودن واحد من أهم أجناحة العالم لكن الحقيقة سوق التوظيف وأوقات كتير جدا بيبقى معاك الأماشة الكواليتي اللعيبة اللي عندها إمكانات كبيرة جدا لكن للأسف سوق الإدارة الفنية وأنا بحمل ساوث جيت بنسبة جهيرة زي كل الناس الحقيقة ومش عارف إزاي الاتحاد الإنجليزي لسه بيفكر يعني الكلام اللي طالع بعد انتهاء اليورو إنه مصير ساوث جيت خيد البحث أنت لسه هتفكر أنت لسه هتاخد قرار أعتقد أنه رهان إنجلترا على فرصها في كاس العالم يعني مرتبط بشكل كبير من وجهة نظري بإيجاد مدير فني يليق الحقيقة بالجيل ده من إنجلترا اللي ما أعتقدش أنه فيه أي جيل تاني لا جاس كاين ولا ديفيد باكهم ولا حتى جاري لينيكر كلهم أجيال كانت محترمة جدا في الكرة الإنجليزية لكن ما أعتقدش أنه كان فيه جيل متكامل قدمته إنجلترا في كرة القدم زي الجيل الموجود حاليا نروح لأخبار الآهل والنهاردة على مدار الحلقة إن شاء الله طبعا عندنا مطش مهمة جدا بكرة الساعة 9 قدام مودرن المواجهة مؤجلة من الدور الأول أعتقد إسبوع السبعتاشر وبالمناسبة مودرن هنلعب بكرة ولا نختم مع مشوارنا في الدوري في اللقاءين الحقيقة في منطقة الأهمية ويمكن زي ما تكلمنا وهنتكلم النهاردة بالتفصيل أكتر طبعا مودرن مع كابتن طلعت يوسف عاملين شغل كويس جدا وفرق دايما واحدة من الفرق اللي بتيجي قدام الأهلي بتلعب مطشات كبير دوافحهم مش كبير قوي هم أهدأ عصابا مركز رابع فبالتالي شو يعني بالنسبة له مباراة الأهلي شو كبير جدا ما عندهمش ضغوط زي مثلا ما بتقابل أهلي أو الزمالك الأهلي وبيراميز الأهلي والإسماعيلي الأهلي والمصري وإن كان الأهلي معظم مطشاته اللي جاية هتكون مطشات صعبة جدا من برح كان راحا النهاردة التمرير الرئيسي والتمرير الأخير واللي هيتحدد فيه بشكل كبير هل عمر كمال ممكن يراهن عليه ميستر كولر في مباراة بكرة ولا ممكن يبقى بره الحسابات لكن هو من ناحية الجهزية زي ما قلت لحدكم هو قصة كلها كانت نازلة معوية يعني وراحل المستشفى والجهاز الطبي كان موجود معاه والحمد لله خرج من المستشفى يوم السبت فبالتالي إن شاء الله يكون جاهز لمباراة بكرة واحد من أهم الأوراق اللي بيراهن عليها جمهير النادي الأهلي في الفترة اللي جاية لعب مؤثر وجوكر وعنده روح الفانيلا الحمرة وصفقة من أهم الصفقات اللي عملتها قدرت الأهلي الحقيقة الموسم الحالي طيب خليني أقول لكم كم من مناسبة خلينينا مع الأهلي الأول طبعا عندنا خبر أنه الأهلي بيعلن عن تعيين ديمتري ليبوف مدير فني لكرت القدم النسائية وبيعلن أنه مدة التعاقد معاه حسب ما أكد أمير توفيق القائم بعمال مدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرت القدم هتكون ثلاث سنوات سيرة الذاتية محترمة جدا هو مدير فني بالمناسبة صغير في السنة لكن الـ CV بتاعه محترم يعني نكلم على مدير فني عنده 40 سنة تقريبا لكن الشغل فاندية كبيرة جدا منها نابولي منها بوردوء الإيطالي منها ليون الفرنسي وكان ليه كمان تجربة مع منتخب المغرب للناشئات والسيدات ويمكن ترك مهمته كمدير فني لمنتخب المغربي في نهاية شهر مايو الماضي والأهلي اتفق معاه أنه يتولى مسؤولية فريق كورت القدم النسائية لمدة ثلاث سنواتنا نتمنى له طبعا كل التوفيق طيب نروح للهانبول النهاردة كمان الأهلي أعلن عن تعيين ستيفن مادسن كمدير فني لفريق الأول كورت اليد ويمكن كان فيه مؤتمر صحفي حضره كابتن خارد العوضي طبعا وتكلم فيه على التولي طبعا ستيفن مادسن المسؤولية ورهان إدارة النادي الأهلي على المدير الفني الجديد وتطلعاته إن شاء الله للمرحلة اللي جاية وخصوصا أن الفريق الهانبول حقيقة في السنوات الأخيرة قدم مرضوط كويس على مستوى الألقاب وكان فيه تطور كبير جدا فيه فريق الهانبول تعالوا نسوك جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم النهاردة أكيد كل الناس بتسأل الرجل وصل مصر إزاي أو اختارنا ليه المدرسة الدماركية مدرسة الدماركية دي من أهم المدارس اللي موجودة في كورة اليد مع المدرسة الأسبانية الدمارك أبطال عالم أولمبيات بيقدموا هانبول مختلف شوية عن العالم عندهم تقريبا زي مصر عندهم الأجريسف جدا جدا في أسلوب اللعب قدرنا توصل مع ستارت عطول مع ميستر راسموس هو وكيل أعمال ميستر استيفان بدأ المفاضات دي من قبل الشامبينز دي قبل الرجل ملعب الفاينال بأسبوع تقريبا بدأ المفاضات دي أخدنا في المفاضات فترة شوية شوية كويسين لكن فعلا أنا شايف المفاضات كانت سهلة جدا 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 إن شاء الله أتمنى لطموحنا كان جماهير نادي أهلي أنا عارف الجماهير نادي ما عندهاش يعني الله ينقطع طموحها عايزين كل بطلات معايا وبي بإذن الله هنحقق بطلات ونستكمل مسيرة ديفيد ديفيس ونديد الأهلي دايما لأخريتها العالمية مع المداربين العالميين وإن شاء الله بإذن الله واللي جاي أحسن نشاط رياضي بطمين كل جماهير نادي أهلي لأخر كلمة هقولها بطمين جماهير نادي أهلي دا إيمن وأبدا إن مجلس إدارة فعلا ويعني لو كنا في السوشال ميديا بشوف حاجات كتيرة وكلام كتير لا أتكلم بصلاحة جديدة هم سابورتي 100% سابورتي دايما نادي حتى أخريتها العالمية عشان خاطر طموح جماهيره thank you for taking so good care of me so far طبعا في الأول بشكر الكابتنخيات على المقدمة لجميلة دي وأنا سعيد جدا وأنا سعيد وعنده شعب كبير موجود في النادي نهاردة نادي من أكبر أندي أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي نادي كبير وأنا عندي طموحة أعمالك كبير طبعا سعيد جدا وصرفنا نكون في نفس النادي مع كابتن بيبو واحد من أفضل لأصحاربة في تاريخ أفريقيا في تاريخ العالم أكبر نادي نادي معك نفسي أنه حاجة شرف كبير طبعا بيوسكو بيسوانس خليد مرتاجي وكابتن خليد عودي على المفاوضات كانت المنطقة الرقية وكانت هايلة وكانت بحاجة من أفضل حاجات الحصارات معاه في كاريب بتاعه في مسارته وحاجة زكية بتنصر أدئي الناس دي على مستوى علم الاحترافية وبتنصر برضو بتحكس احترافية النادي في التفاوض فهو بيشكرهم جدا على التفاوض الثالث وكان على مستوى علم الاحتراف الناس بيسألوا ليه اخترت النادي الاهلي واخترت تماصر عشان تيك اتمر فيها انا شفت الجماهير حاجة حاجة مبهرة وحاجة اتشرف انا اتشرف ان انتمي للنادي بجماهير زي دي وانا بوعد الجماهير لحبز القصارى قصارى جهدي وكل دقيقة عمل عندي في النادي حد كل عندي علشان خلي النادي يتقدم اكتر واكتر وحق انجزات اكبر واكبر للنادي وللتيم للفريق وللجماهير وللنادي نافذ ده جزء من المؤتمر الصحفي اللي شاهد تقديم المدير الفني الجديد للفريق الاول هان بقول ستيفن معتسن ونتمنى له طبعا التوفيق خلفا لديفيد ديفيز ونتمنى ان شاء الله واضح طبعا يعني اعتقد ان سمعة الاهلي النهاردة جماهيرات الاهلي على مستوى العالم بقت بتساهم بقى او بتسهل بشكل كبير جدا في استخدام الخبرات والاسماء سواء على مستوى الممارسة كلعبين يعني او حتى على مستوى التدريب كمديرين فني دخليني يقول لحضراتكم مباراة مصر واوكرانيا منتخبنا الاوليمبي اللي تلعبت مبارح طبعا تجربة روجيرو ميكالي الاولى تجربة الودية او التحضيرية لمشوار الاوليمبياد انتهت بنتيجة واحد واحد وكانت الى حد ما مرضية على حد التصريحات اللي جاية يعني من روجيرو ميكالي بالنسبة له يتبقى لي مواجهة تحضيرية اخيرة هتجمعه ان شاء الله بالعلاق يوم الاربع يوم سبعتاشر وهتكون اخر محطات التحضير والاستعداد للمنتخب الاوليمبي قبل ما يبدأ المشوار بشكل رسمي ان شاء الله وده طبعا اللي نتمنى له فيه التوفيق وهنتابعه طبعا مع بداية الاوليمبياد وبعثة مصر الاوليمبياد طبعا فيه اللي بتشارك فيه كل الالعاب سواء كانت فردية او جامعية